السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل ولازالت البلاغات مستمرة ضد القناة علشان كده حسب لكم رابط القناة البديلة في أول تعليق ياريت تشتركوا فيها تحصوا بالأي ظروف وما تنسوش تدعموا القناة بلايك وكومنت وشير على قد ما تقدم إيران تركع أمام السعودية والإمارات ده اللي أكد وزير الخارجية العرائي لما أعلن رئيس العرائي برهم صالح وصل رسالة للإمارات والسعودية من إيران ما فادها أن إحنا تحت أمركم لو عايزين تعملوا مواهدة عدم اعتداء إحنا جاهزين بشوات وزير الخارجية العرائي قال أنه تم الاتصال ما بين إيران والسعودية والإمارات بوسطة العرائي لأنه ما فيش على قد بلوماسية بتربط الثلاث دول أو بمعنى أدقة بتربط إيران مع الإمارات أو إيران مع السعودية فكانت الوساطة من الرئيس العرائي الرسالة وطلب الهدنة وطلب توقيع مواهدة عدم الاعتداء صرح بيه الوزير العرائي من يوم الأربعة يعني من قبل أي قمة من القمة من الثلاثة ما يتم نعقادها وده بيدل أن إيران عارفة كويس قوي أن العرب والمسلمين هيكتموا عفصة في السعودية وحيشكلوا جابها ضد إيران وبغرم أن إيران حضرت القمة الإسلامية لأنه من واضح أن هم محتاجين حد يكون قريب من السعودية والإمارات عشان يحاول يقنعهم ويتفاوض معهم بصورة أحسن فعلشان كده كان الاختيار للرئيس العرائي وده بيأكد لنا أن إيران حست أن هي في موقع ضعف وأكدت لنا أن هي معزولة ومهزومة فبالتالي لجئت للصلح لجئت للركوع والخنوع للسعودية والإمارات دوم يا عرب في عزة دوم يا عرب في تقدم طول ما قدينا في قدم بعض عمرة ما حد يقدر يقف قدامنا أبدا لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل الاشتراك لو مش مشترك ويا ريت ما تنساش اللايك والكومينت والشير أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته